طيب على صعيد اخر بقى حضرات اتحاد الكورة بيحاول ان هو يوصل الاتفاق مع نظيره السيريليوني عشان يتلعب ماتشوهم في جولة تانية في تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر المخبل ان شاء الله في تونس بدلا من ليبيريا طبعا يعني الماتش مش هيتلعب في سيريليون عشان الكاف رفض بلاعب سيريليون وشاف ان هي غير صالحة لخوض المباريات عليها وبالتالي اتحاد الكورة عايز يلعب في تونس بدلا من ليبيريا عشان كمان عدد ساعات السفر اقل بكتير عموما يعني هنعرف ان شاء الله مصير المفاوضات دي هتوصل لايه خلال الساعات القليلة القادمة واكيد حابين نفكر حضراتكم ان معسكر منتخب مصر القادم ان شاء الله هيكون من يوم 13 حتى يوم 21 نوفمبر وحيتخللوا ماتشين امام جيبوتي في القاهرة وسيريليون لسه هيتحدد طبعا الملعب بشكل نهائي والماتشين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 اما بقى فيما يتعلق بمنتخب الشباب فيعني اعلن واق الرياض المدير الفني للمنتخب قائمة اللاعبين لمعسكر المنتخب المفتوح في الفترة من 25 لغاية يوم 27 اكتوبر واللي بتضم 50 لاعب ضمن خطة الجهاز الفني لمشاهدة اكبر عدد ممكن من اللاعبة واختيار افضل العناصر على الاطلاق شهد المعسكر الاول لمنتخب الشباب عفوا مؤخرا انضمام 34 لاعب عشان يصل اجمالي اللاعبة اللي تم استدعائهم حتى الان 84 لاعب منتخب الشباب طبعا بيستعد لبطولة دورة شمال افريقيا اللي حتقام في تونس الشهر المقبل ان شاء الله وعشان كده كابتن واق الرياض يعني عايز يفرز افضل اللاعبين على مستوى الجمهورية عشان يحدد القوام الرئيسي والاساسي للمنتخب وبإذن الله يكونوا يعني نقول ايه نواة جيدة ونواة طيبة للمتخب الاولمبي ثم المتخب الاول بعد كده ان شاء الله ده شأن